المعرض ده الاختلاف الحقيقي فيه مش اللوحات ولا ان انا رجعت ارض الوطن تاني اشتغل على المجتمع هو ده الجديد في الموضوع مش مش الشغل الشغل تقريبا فيه برضو نفس الروح بتاعتي المعرض ده يعني بدأت فيه بالضبط تقريبا وقت يعني بعد التمنتاشر يوم بدأت اشتغل في مرحلة الصورة فالمعرض متقسم حسب مراحل الصورة مرحلة الاولى مرحلة مبارك وفيها مجموعة قليلة من اللوحات لان الفترة دي كانت قليلة كانت الفترة دي معظم الوقت كنت بنزل المرحلة التانية اللي هي حكم العسكر ودي كانت مليانة احداث احداث بورسعيد مجلس الوزراء محمد محمود ماسبيرو كانت فيها احداث كتير جدا وكانت فيها شغل كتير يعني المرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة حكم الاخوان ودي جات في الاخر يعني كان حتى معالجتي لللوحات المرة دي ما كنتش بعمل بانتينج يعني هو كوميكس شوية قريب من الكتير شوية عشان انا عاوز اوصل رسالة بسيطة ما فيهاش ليرز كتير من الالوان ومن ال انا كنت عاوز اوصل رسالة زي الديجيتال بتاعت الفيسبوك والانترنت موقعات الجمل الناس طلعت براءة موقعات الجمل الشغل كان في الفترة دي كان عنيف جدا وكان صورة وقوة فانا جالي عاملت احباط جمدة جدا حاولت وحاست ان الناس اصلا مش محتاجة تشوف الحاجات العنيفة اللي انا عاملها زي بورسعيد وكده وقلت لازم افك لانه خالص دي مش صورة يعني نما الناس كلها تطلع براها احنا كده بعملناش حاجة يعني فبدأت اادخل شخصية اصاحبي في يعني كان يعني كان بتجي الاصاحبي دي ان انا اعملها في ااااااااا في المعرض فكرة انا اعملها في المعرض لواحده واعمل كل الشخصيات اصاحبي بس انا حسيت انه هي اوقتها دلوقتي كويس جدا زي هي المعرض ماشي زي مراحل الفيسبوك شخصية أصاحبي دخلت مكتر مع الإحباط جيل الناس فبدأ أصاحبي يخش يستفز الناس جامد جداً ويدايقهم وفي هذا الوقت يتحاكوا برضو رغم أن هي حاجة ممكن يكون ضدهم شخصية أصاحبي مزيتها أن هي متنوعة متحولة يعني ممكن تبقى الإخوان شوية تبقى شفيق شوية تبقى البلدع شوية تبقى موسى فده كان حلو أن أنا أقدر اللغة أقدر أتعامل بها يعني زي لغة صخرية آآ محايدة أنا شايف أنه هو الشغل ده حقيقي يعني كان ممكن يبقى مهم قوي أنه هو كان كل لوحة تتعمل كانت تتشير على الفيسبوك لأنه هي الفكرة كلها أنه الحدث الصور الديجيطال على الفيسبوك دي مهم جداً تكون الصورة بتنزل على طول هو ده اللي أنا حسس أنه هو ما نجحتش فيه إن أنا فعلاً فيه لوحات عملتها في وقتها يعني زي حداث بورسعيد أو حداث محمد محمود كانت الصورة دي كانت مفروض وقتها تنزل الناس حدرت بتحس بيها وواعد كده كان ممكن أعرضها بعد كده فالناس هتفتكرها أنها كانت في الوقت ده اللي حصل إن أنا عملت ده وقتها وخلاص والظروف والأحداث عدت فلما جيت عرضها دلوقتي هي يعني كويسة كتاريخ توصيك للأحداث دي بس أنا كنت عاوز فعلاً أوصل لده لو أنتوا لاحزتوا إنه فيه كتلة وفيه ناس كتير متكررة الكتلة دايماً هي الرئيس أو هي الحاكم هتلاقيها في شكل مجلس عسكري في شكل حيوان في شكل يعني الشكل الكتلة عجلة الإنتاج العجلة ما عرفش إيه لو هنلاحظ إن التكرار حيقومها وراً عن ناس شبه بعدها بسو كتير ومشيين في اتجاه واحد وهم دول الثورة الثورة ما هيش ملهاش زعيم هم عبارة عن ناس كتير متكررين ويمشي في اتجاه واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر